السلام عليكم و اهلا بكم في عالم اماني هنعمل سابون سايل جميل جداً النهاردة مركز وعايز اقول لكم حاجة تحفة جداً زي ما احنا شايفين كده هنشوف كمان لو حطناه كده في شوية مية قد ايه قوة تركيزه شايفين يعني حتى صعب ان هو يندمج مع المية من كتر تركيزه وبجد سابون تحفة جداً زي ما احنا شايفين كده السابون ده جماعة من غير لون من غير اي حاجة هنعمل السابون ده بمكونين بس حاجتنا من البيت مش هنشتري حاجة ابداً هتعملي احلى سابون سايل بدون كيمويات وان شاء الله مش هتشتري السابون من برا تاني ابداً زي ما احنا شايفين ده رغوة عالية وكمان مركز وشفاف سابون حلو جداً بجد يعني تحفة انا بستخدمه لكل حاجة في البيت انا بعمل منه لو عندي مشايات سجاجيد عايز اخسلها بعملها منه مش بس سابون للمواعين والاطباء ده سابون لكل حاجة جماعة مركز ونضافة وريحة جميلة وهنشوف ازاي هنخلي ريحته حلوة بطريقة جميلة واحسن من الجاهز ومضمون ومعروف انا حطة ايه فيه ومكوناتي سهلة جداً السابون يا جماعة بيتكلم عن نفسه بجد حلوة قوي طبعاً اللي متابعيني عارفيني ان احنا بنعمل سابون على طول هسيب لكم ان شاء الله قيمة التشغيل بتاعت المنظفات كلها شاملة السابون واللهلوبة وجميع انواع المنظفات والجنرال والهاربك وكل الانواع عندنا في القناة هسيب لكم اللينك في الوصف ان شاء الله تحت الفيديو على طول متنسونيش حبيبي في الاشتراك واللايك ويلا بينا نشوف احلى سابون سيل عملنا ازاي السابون ده كمان يا جماعة فكرته حلوة قوي قوي بجد للتنظيف حاجة جبارة كده يعني انا بجد ببستغناش عنه ابدا ما بحس انه احسن كتير على قدية من السابون اللي بشري من برا دلوقتي معايا لتر من المية المية انا بستخدم هنا في السابون بتاعي النهاردة مية بردة خالص مش هستخدم اي مية سخنة ولا اي حاجة مية عادية كده من الحنفية لتر من المية هحط عليه تلات معالق كبار من النشا اللي هي الكورن فلاور بالشكل ده واقلب كويس جدا ادوب النشا كويس واحنا عارفين بنعمل منظفات يعني لازم ادوب كل مكون لوحده يعني من غير ما يكون فيها عندي تكتلات في السابون بتاعي زي ما شوفنا كده السابون ممتاز جدا ما تنسونيش حبابي في اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عالم اماني كل فيديو جديد بعد كده ما دوبت النشا اركنها شوية على جنب وهبتدي ادوب دي معلقة من البطاس اللي هو الكنتور او السودا الكاوية بالشكل ده بتبع عبارة عن كشور بالشكل ده كده بجيبها من عندي بتاع المنظفات الربع كيلو منه بخمسة جنيه بس طبعا انا باخد معلقة يعني شوف الربع كيلو هيعملك كام لتر سابون في كل مرة خمسة لتر يعني حاجة ملهاش عدد حاجة موفرة جدا جدا هدوبه كويس جدا برضو مية نص كباية مية بردة جدا من الحنفية ما يكونش مية سخنة خالص هدوبه كويس قوي قوي وابتدي احطه على النشا اللي متدوبة في لتر المية يبع حطيت معلقة من البطاس على نص كباية مية من الحنفية مية فترة بردة خمس وقلب كويس جدا عشان اكون التكسابون اللي هو اساس اي منظف يا جماعة الطريقة دي اساس اي منظف التكسابون ده اللي هو الرغوة والقوام بتاع اي صابون اي نوع صابون انت عايزة تعمل كده انا عملت التكسابون اللي هو الجل بتاعي للصابون رغوة وقوام روعة روعة في منتهى الجميل بدل ما تشتري تكسابون وصعب ان انت تشتريه وممكن ما تلاقيهوش اصلا عند بتاعي المنظفة فانا باختسر وبعمل حاجة طبيعية في البيت طبعا حطيت كوباية من المية علشان الجل بتاعي يخف شوية لانه مركز وتقيل جدا بالطريقة دي فانا لازم احط له كوباية من المية المية دي بتاعتك انت والقوام ده بتاعك انت يعني انت تقدر تتحكمي في الليترات وفي قوام السابون خفيف او تقيل باضافة كمية المية يعني دي بتاعتك انت عندي كوباية من السابون السايل السابون السايل ده عاملينه هنا في القناة شايفيني القوام بتاعه لما يكون تقيل كده وتخففيه بمية احسن لما يخف معاك ويبقى زي المية ومتعرفش تخسلي بيه مايرغيش معاك انا بعمله مركز كده وتقيل ولا لون تغير ولا قوام تغير زي ما احنا شايفين كده سابون عالم اماني حاجة تاني هضيف كوباية من السابون وبعد كده عندي دوني عاملاه برضو في القناة هضيف كوباية من الدوني اللي الدوني ده يا جماعة ليه ضيفته عشان بيديني ريحة حلوة قوي ونعمة لقدية بجد حاجة ريحة طالعة في منتهى الجميع اكيد انتو شمينها معايا دلوقتي جميلة سابون ريحته جميلة وقوامه جميل ورغوته عالية حاجة كده تستاهل لايك واشتراك وتستاهل تفعله الجرس حبيبي لو عاوزين تدعموني قولوا لكل حبيبكو عن القناة شيرولي الفيديو يا حبيبي زي ما احنا شايفين كده حاجة كده جميلة انا بحاول احط لون حنشوف هيأثر ولا لا مدوبة كده في شوية مية واضح ان اللون مش هيأثر فما فيش مشكلة يبقى احنا كده عاملين سابون مركز من غير لون ومن غير اي اضافات تانية هو اضافة الدونة مع المكونات عاملك اللون حلو قوي عامل زي لون المربة كده زي ما احنا شايفين كده سابون يا جماعة بجد جميل قوي عندي قناة تانية اسمها تفسير الاحلام مع اماني اللي عايز يفسر حلم اللي عايز يقول مشكلته تفسير الاحلام مع اماني فيها لاي في كل يوم الساعة عشرة بالليل اللي يحب يا حبيبي يبحث عن القناة او يقولي وانا اسيب له اللينك في التعليم اشتركوا فيها قناة حلوة قوي كده انا بزود كمية من المية انا عملت حوالي اربعة لتر كده في الحدود ديت طبعا كل ما بتزود الكمية بتزود مية او بتزوازي في اصل المكونات واتضع فيها بس ليه اعمل كده انا اعمل احسن حبة حبة ولما يخلصه اعمل تاني اولا علشان المكان ما سحمش المطبخ سانيا علشان السابون بتاعي طبعا كله مكونات طبيعية او انا عاملاه في البيت عشان ما يبص معايا لقدر الله او يعمل ريحة مش لطيفة اه فنعمل احسن حبة حبة بيبقى بصراحة ممتاز ونقول احنا مش هنشتري سابون سايل تاني من بره فيه ناس يا جماعة مش متوفر جنبها سبنات او ناس بتبيع السابون فيه ناس بجد بتحتاج ان هي تعمل السابون ده في البيت نقول ايه بقى من النهاردة مش هتشتري بريل من بره هتعمل البريل بمكونين اتنين بس من البيت هتعمل السابون السايل بدون اي كيمويات هتخسلي بيه سجادة حوامل البوتجاز هتخسلي بيه اي حاجة شايفين وانا بجربه مع الميا حاجة تحفة تحفة بصوا مع الميا بقى عامل ازاي قوة التركيز بتاعته مع انه شفاف يعني كمان انا لو كنت عاملة مساء انتقيل او اي حاجة لا انا بقولك انا عاملة شفاف وخفيف وجميل زي ما احنا شايفين كده ما بيدوبش بسهولة في الميا من كتر قوة تركيز المكونات بجد حاجة جميلة او السابون ده يا جماعة لو جربتوه هتدعولي بجد ما تنسونيش في الدعوة الحلوة زي ما احنا شايفين رغوة عالية وجميل ونعمة على قدية لان انا دفت دوني يعني بصراحة ممتاز جدا جدا زي ما احنا شايفين كده هتعملي بالرخامة الاحواض الحمام مدعاك بالحمام هيخلي السراميك اشتا والبنيوم كل حاجة كل حاجة بجد يعني موفرة معاك جدا كيفية انت مش هتشتري من الحاجات الغالية اللي مبتعودش اصلا يومين معايا انا عن نفسه بيكفنش كمية اي مسحوب اشتركوا في القناة